المزيد من التفاصيل ينضمي لها في هذه اللحظات العميد محمد دامورجان المدير التنفيذ للنادي الاهلي سيدة العميد برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي مع برنامج ملك وكتابه وخلاص الساعات الاخيرة والعد التنزول لهذه المباراة والباراة الاهلي وترجل تنسي اخر التفاصيل والترتيبات الامنية وكل الامور التنظمية اللي بدأها النادي الاهلي منذ ايام قليلة حتى هذه اللحظة والمباراة غدا باذن الله في التاسع مساء اولا طبعا ارحب كابتان عدلك استاذنا وولدنا ويعني بتعلم منه وبنسفيد منه خبرة ورحب استاذ بريم المنيسي وبرنامج ملك وكتابه وبشكر كناة الاهلي دايما اللي بتبقى ورافق لاتنا على طول طريبا يعني انت هال النهاردة المحتاجين ان احنا كلنا بقى ورافق لات النادي الاهلي محتاجين كلنا اللي احنا نساند النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله في برج العرب لان خصوص النادي الاهلي عنده مطشين مهمين جدا سواء داخل مصر لو مطش الترجي وان شاء الله المطش الخارجي اسكس اللي اوغاندي فدي انت تقتلت الضرور النهائي يمكن زي ما انت كنت قاعد مع كبسين العدلي كان بيقول لنفس الكلام فاحنا محتاجين اللي احنا نساند طبعا يعني انا عايز اقول لكابتان عدلك كان بيحكي لي قصة مبارح ودايما كابتان عدلي دي الاجيال اللي احنا بنقول الاجيال بتسلم بعض كابتان عدلك يا دايما بصفته كان مدير النادي الاهلي في يوم الايام من ابرز الشخصيات اللي موجودة في النادي اللي احنا بحب نتعلم منها واسم انا كان بيحكي لي قصة مبارح جميل جدا وانا عايز اطمينه اقوله لنا استوعبت الموضوع كويس جدا واحنا دايما اللي بنحاول نقف ورا الناس ودايما بنحاول نحل المشاكل وده دور الادارة التنفيذية ده هو عرفها كويس كابتان عدلي وهو ممكن بقى يبقى يحكيها لان انا يعني كانت عدلي بالنسبة لانا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا 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 لانه فعلا يعني من الناس اللي هي بتربي كوادر في النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي عنده دايما بيبقى انا بقول لولادي دايما لازم بقى عندك مثلا انت بتحب تتعلم منه فكتلا عدلي انا بالنسبة لي من الشخصات اللي درية ناجحة جدا اللي انت لازم بقى فيه كوادر واحد واثنين واثلاثة يبقى زي كابتان عدلي القياه في النادي الاهلي فعشان كده انا بقول يعني بشكره اللي انا طالع معاكم النهاردة وبنقول كلنا بنتكاتة فورا فرقيتنا طبعا احنا من اولا ما عرفنا المطشف بتاعنا في بورج العرب احنا اخدنا محاولات طويلة ودارة النادي اخدت محاولات طويلة ويمكن اخيرها الاتحاد المصري باع الجواب اللي الامن فيه بيقدر الظروف بس نظرنا ديك الوقت انتعرف كان فيه مباراة مستمرة ورابعة في القاهرة وضغط جامج جدا على الامنة في القاهرة طبعا احنا خلاص النادي الاهلي دايما بيمدي ايدوه لكل مؤسسات الدولة وبنتعاون وفقنا اللي احنا نقف بورج العرب ما عندناش مشكلة بخمساش اعرف متفرج احنا عشاكلنا الانج ده يعني انت صنب كابتال خطيب كان لسا مسافه الحمد لله رجع بالسلامة طبعا وقطع عجزته وربنا يكرمه وبرضو ما ينفعش اتكلم عليه لانه لو الكلام ته تبقى شهات مجروحة بس اللي انا عايز اقوله هو فرق كتير جدا جدا انا ممكن كلكم حاسين مش انا بس اللي حاسس بالكلام دوت من ساعة اما جيه دخل النادي مبارح والنهاردة صمم فجئن الصبح اللي هو بيكلمني انا في الطريق يعني احنا كنا حتى ترتيباتنا اللي هو يجي فينا يعني جاي مبارح حضر الواحده مع اللجنة الكورة حضر مع الفريق ويمكن اقعد مع كابتال حسين البدري اقعد مع الجهاز الفني بالكامل والاداري اقعد مع اللعيبة ده النادي الاهلي احنا ده رئيس النادي الاهلي وربنا يكرمه طبعا اهم حاجة بس ما يدوس على نفسه لان احنا محتاجين الفترة اللي جاية يبقى موجود معنا وبعد كده اجتمع بعمل يعني مجموعة اجتماعات متواصلة مع الادارة التنفيذية ومع ادارة الاعلام ضمنهم كابتال عدل القيعي واستاذ جمال جابر واستاذ شي فواد ادما حسين يعني فيه شغل وفيه حركة متهية اللي الناس كتير حسيت بالفرق وحسيت اللي الروح فيها النادي الاهلي بترجع تاني بشكل كويس فاحنا النهاردة احنا وقفين مع النادي وجينا النهاردة كلنا موجودين وعظم اجسدها هيوصلوا بالكامل يمكن لسه استاذ ارقام ديل واصل وهتلاقيهم بيوصلوا اتباعا ورا بعد ان شاء الله باذن الله لقد ادارة التنفيذية موجودة كان فيه اجتماع امني النهاردة حضروا الاجتماع الفني حضروا العميد محمود حزين والعميد علاء سراح الدين الناس دي برضو يعني تعبانة معنا كتير جدا بطرات افراقيا بطرات المتشط الكورة تعبانين فيه حملة جامد على الناس كلها بنحاول الجمهور يرجع بشطة الطرق ونراهن على وعي جمهورنا يعني انا فيه شغل موجود وكل ده عشي خاطر في قائتنا عشي خاطر من نادي الاهلي احنا كنا عملنا لجنة برياسة العامل فاروق ناقي برئيس النادي الاهلي وعضوية كل من اميني الصندوق استاذ خياد الدانندالي والمهندس خياد مرتاجي وانا بصفة المدير التنفيذي وحطينا الخطوط العريضة وبتالينا من خلالها بنشتغل وبرضو اخدنا حاجات من لجنة الجمهور اللي رئيسها الاستاذ فاروق المرتاجي وبتالينا نشتغلها هذه المباراة يمكننا احنا دينا في ماتش الاهلي ومنانا كانت خطوة كان فيها سلبيات وفيها سلبيات وناس كده دفعت التمن فيها اتمنى لا ما تكررش تاني بنحاول نعوضها الماتش ده تاني ويمكننا قولنا برج العرب ماشي وهتبقى تجربة كويسة جدا فيه رولز رولز دي على مستوى العالم كله بقت موجودة مش حاجة غريبة يعني فعشان محدش يتخض ولا هي احنا بتاخد بيانات عشان خاطر انت لو حصل لا احنا كلها الناس اجراءات الامن بقى متطمن لان انت النهاردة راح تشجع فرقيتك مش هتخاف من حاجة فالنهاردة في اي حتة في العالم في اي دور اوروبا كسعالم اما عشان تاخد تحصل على تذكرة بتدخل بياناتك بالكامل وبتاخد تذكرة بتاعتك فمش حاجة جديدة فاحنا عايزين بقى احنا في 2018 وده اللي انا عمال اقول واحنا عايزين نخش ونلتزم بالكصة دي كلها فاحنا طرحنا التذاكر كان الامن ومشترط اللي بقى في شركة امنية عند اقا خبرة واحنا اخترنا شركة فالكون لان دي شركة فالكون اهلي متعقد معاها فاحنا مكملين معاها وشركة نشاف اللي هي من الشركات المتخصصة في المجال ده بشكل كواس جدا هما هيبقوا مسؤولين عن تأمين المباراة بالكامل بالناس هم بحاجة بافرادهم بمعداتهم بكل حاجة وهم ليهم اسلوب راكي في التعامل وفي التفتيش وفي نفس الوقت برضو هما هلبقوا مسؤولين عن بيع التزاكر او توصيل التزاكر للجمهير اللي احنا طرحناها لعشان تلاف تذكرة اللي احنا طرحناها للجمهير عن طريق الانلاين اما بالنسبة للتزاكر الاخرى اللي هما كانوا خمس تلاف تذكرة دعوة وتذكرة دول اللي احنا التوزعوا بمعرفة الادارة التنفيذية على مستوى تلف روح لأعضاء الجماعية العمومية وبرضو في البنات موجودة احنا كل ده بنعمله مش عشان حاجة غير احنا عايزين الجمهور يرجع بمنتهى الشفافية احنا مش عايزين نخروج على النص مش عايزين نخلص السياسة برياضة احنا عايزين نرياضة وتشجيل للنادي الاهلي النادي الاهلي محتاج جماهيره فعايزين يعني نتمنى للناس كلها تبقى مع النادي الاهلي في خطفته دي العدد المصموح اللي هيحضر المباراة الاهلي وترجي في استاد برج العرب واهم المحاذير او الامور اللي لازم الجمهور ياخد بالهم منها قبل ما يدخل الاستاد او جوا الاستاد هو على ظهر التذكرة احنا كابين التحذرات الامنية موجودة يعني ما ناخدش معنا البلاش للشماريخ بلاش للقاتل حدة بلاش بمعك حاجة بتقلي الامن حاجة هو كل القصة وده برضو هرجع اقول تاني مش الامن المصري اللي يعني اللي عايز لا ده هو ده رولز على الفيفا ودي اتحاد دولي واحنا بنطبق شوط اتحاد دولي خلاص فدي بالنسبة لنا بالنسبة للناس كلها نلتزم حفاظا على وسلامة حياتك طبعا احنا بالجماهير احنا كل تذكرة عليها رقم باوط الدخول اللي هيخش منها نرجو للجماهير تلتزم بيها الاجراءات التفتشية نرجو اللي هم يساعدوا شركة الامن اللي هي في الاجراءات التفتش مش اكتر من كده هيخش المدرج بتاعه وانت بتشجع فرقيتك بنحافز عن منشآت بتاعتنا في الاول في الاخر دي منشآتنا مش حاجة تانية يعني انا عايز اقول لك اللي ان ديك هو اللي بيغرم وان ديك هو اللي بيدفع التكاليف دي احنا عشان خطر نلعب ماتش زادا وانتا مش عايز اقول التكاليف قديه ومتهاءال الناس كلها حساها يعني فما اتهاءاليش يعني النادي الاهلي انادي كبير والنادي الاهلي الناس عارفة لا بس النادي الاهلي عنده انشآت كتيرة وعنده مشروعات كتيرة وعنده حاجات عايز اشتغل فيها كتير عنده اعضاء جماعة عمية النهاردة فوق ال 170 الف انت عايز تخدمهم بشكل كويس فانتا كل قرش انت بتبقى حريص عليه جدا 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 فانت عشان تلعب مباراة زي دي النهاردة لقى فيه تكلفة عالية جدا للنادي الاهلي وعشان تلعب مباراة عمتا حتى لو في القهرة بس طبعا فكرة ببقى اقل يعني فانبقاش خمانك خسائر انت بتتصفح احنا بنخش في خسائر بالمبالغ كبيرة يعني فانا اتمنى للجمهور النهاردة انت بتيجي بتشجع في رئيتك وبالسجدان انك انت بالنسبة لنا يعني والناس كلها عارفة كده كويس جمهور النادي الاهلي بالنسبة لنا واحد ودايما هو ده يمكن نقطة الضعف الوحيدة دلوقتي النادي الاهلي هو جمهوره فربنا يكرم ان شاء الله بإذن الله دايما جمهورنا احنا بنراهن عليها واتمنى لكل المؤسسات وكل الاجهزة تبعى في كده كويس اللي احنا عايزين نمد ايدينا ونرجع جمهورنا بالشكل اللائق اللي يرضي الناس كلها سؤال مهم هل التذاكر نفزت يعني ممكن تم طرح التذاكر اونلاين تذاكر تطياني تم طرح عشرة تلاف تسكره للجمهور تذاكر نفزت بالنسبة لكل الجمهور في الدراجات الخاصة بالاستاد يعني انا عايز قولك بنسبة 70% و80% المطشط بالنهاردة انت بتتكلم يوم جمعة ساعة تسعة بالليل فيه انتحانات برج العرب بقت عملية بقت يعني برضو بقت مرهقة بالنسبة للناس فأتمنى يعني وانا دايما نقول للامن بقول لاتحاد الكورة انا كان يعني صدقنا كابتن احمد مجاهد من الناس اللي انا شايفها متحميسة جدا للموضوع دوت متحميسة جدا للموضوع عودة الجمهور بس بالشكل اللي هو يكون مناسب يعني احنا بنقول للناس كل ما هنبعد المطشط بقى ارهق على الجمهور زي ما راك على الاندية فان زي احنا بنتكلم النهاردة يعني يبقى فيه مسؤوليات والناس تبقى متحملة مسؤولياتها اكيد طالما بقت فيه منظومة الناس كلها بتحمل مسؤولياتها اكيد هيبقى فيها حل افضل يعني ان شاء الله اخر سؤال اطمانيت على بعد النتاج الاجتماعي الامن والاجتماعي الفني لكل امور والترتيبات تصير بشكل جيد الاخوة في الترجي التونسي بالتأكيد اشقاء موجودين مع الاهلي هنا في برج العرب كل امور تصير بشكل جيد الاستقبال الترتيبات الحمد لله كل حاجة جيدة حتى كمان الاهلي سمح ان مفيش مشكلة حتى الجمهور المصاحب للترجي او من التوانسة يدخل بجواز السفر الحمد لله احنا متطمين بس انا مش هقول بان اقول لك انا دائما انك يدامي هبقى شادة مجروحة انا معي فريق عمل فعلا الحمد لله رب العمير ربنا اكرمني بي يمكن هم فريق محترف شوية سواء العميد محمود حزين سواء العميد على اللي هو الفشاوي مجاش النهاردة يمكن هوا في الشيخ زايد اللي هو حزايد يعني كلها فريق اللي عمل ادارة تنفيذية فريق محترف جدا الناس مكلفين بيها بصراحة امين بدور كواسي اوي من ساعة الاجتماع الامني في اسكندرية من ساعة تم وصلوا هنا النهاردة وحضروا الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي ومتال انتم تابعينهم يعني انتم تابعين وبيهدوا والناس بتشتغل كويس جدا وفيما جوب بتعمل الحمد لله الفريق وصل امبارح ويمكن هوا برضو انتم تابعتوا القصة دي شكروا الادارة التنفيذية ووراكتر خير كابتنسي العادل طبعا عمل اتصالات وحنا عملنا اتصالات مع المطار ووفروا لهم اللي هما كانوا عايزين واستقبال جايج جدا هما بالنسبة لهم قالوا دي مش حاجة غريبة عن نادي الاهلي وحنا يعني انت عارف بين الاهلي المصري والتراج التونسي مش قصة مباراة فقط لا غير لا بالعكس ده يعني ده في قصة حب وقصة صداقة وقصة اكتر من المباراة يعني مش موضوع مباراة فالاجراءات دي كلها هي بالنسبة لهم يعني طبيعية فما بيشكر ماينفعش وحنا ما بنروح هناك انا مش عايز اقول لك هما عملوا اكتر من كده حاجة الوحيدة اللي يمكن طلبوها وحنا بنالتمس والتمسنا من الامن هذا الموضوع اللي الدخول يبقى بالباسبور لانه هو فعلا عنده حق وده بيوجهنا برضو احنا كنا بنسافر برة عشان ياخد تزاكة احنا كنا نتبن لهم الف تذكرة وجل المقصورة الرئيسية فهو طبعا لو اخدهم هيوزحهم على مين او مين وهو متهائليش اللي هو برضو عنده العدد فهو التماثل لو سمحت اللي ييجوا من الجالات ونسية خش في الباسبور وهيخضع الاجرات التفتيش برضو الامنية وكل حاجة زي ما احنا بنروح هناك وهيتعامل معنا بالمسط فالناس كلها مرحبة بيوم في بلدهم يعني ان شاء الله ويمكن زي ما هنتعت جنبنا هنا معل سفير تونس وحرمه واسرته يعني ان شاء الله يبقى لقاء كويس الدور والباقي اللي احنا بنروح بيه جماهرنا تبقى في ظهر النادي الاهلي بالشكل اللي احنا عايزينه سيدة العبيد محمد مرجاني المدير التنفيذي لنادي الاهلي بشكرك شكرا انجازينا موفقين يا رب بيذن الله في مبارات الترجي وابداية افريقية جديدة للقلع الحمراء في هذه البطولة ربنا خليكم التشكر وبرضه اقولك هابتنعدلك يا مساء الخير واقوله محمد مرجان بيسمع كلامك انه بيعزك جدا هابتنعدل ايكون ربنا وفاكو جميعا شكرا